أعلنت نائبة رئيس الأمريكي ومرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابة رئاسة الأمريكية كاملة هاريس أنها ستؤسس مجلسا استشاريا يضم أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري وذلك في حال فوزها في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم وفي كلمتها خلال فعالية في ولاية أريزونا التي حضرها جمهوريون يدعمون حملتها قالت هاريس أنها ستضم بعض الجمهوريين إلى حكومتها وكانت هاريس قد سفرت في وقت سابق إلى ولايتين فادا وأريزونا في جولة انتخابية بالجنوب الغربي جميع الأسلحة الديعائية بما فيها أشرسها وأكثرها فتكا متاحة في الانتخابات الأمريكية حيث احتدم الصراع بين المتنافسين كاملة هاريس ودونالد ترامب الذين استخدم كل منهما ما يمكنه من النيل من الآخر بحسب القانون الأمريكي وفي غمار مكافحة عودة ترامب للمكتب البيضاوي لجأت هاريس للاستعانة بسابقيها كلينتون وأوباما للترويج لحملتها واستخدام جميع الملفات المطروحة على الساحة للتخويف من عودة ترامب للبيت الأبيض بما في ذلك موقفه من الرعاية الصحية والإجاظ والهجرة وواقعة اقتحام الكونجرس لإثبات فشله السابق بينما غازل ترامب الناخبين في الولايات الزرقاء بورقة الضرائب والولايات التي فشلت فيها السياسات الديمقراطية كما صلت الضوء على المشاكل التي تواجهها البلاد نتيجة لقيادة هاريس وبيدن التي اعتبرها فاشلة موضحا حلوله للمشاكل التي خلقوها هاريس بدورها اعترفت بأن المنافسة صعبة نتيجة تحيز العديد من الذكور لأفكار ترامب العنصرية ضد المرأة والسود والمهاجرين لذا لجأت لوعود براقة سال لها لعاب بعض الجمهوريين الذين يواصلون دعم ترامب معلنة أنها لن تسعى فقط إلى تعيين وزير جمهوري في إدارتها حال فوزها بل إنها ستعمل أيضا على تشكيل مجلس مختلط في البيت الأبيض يضم ديمقراطيين وجمهوريين يمكن الاعتماد عليهم يأتي ذلك في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي أن ولاية سيفانيا التي ينظر إليها على أنها مفتاح الفوز في نوفمبر متعادلة بين هاريس وترامب حيث يظهر استطلاع أجرته صحيفة ذاهل تقدم ترامب بنقطة واحدة في الولاية بينما كشف استطلاع آخر تقدم هاريس بنسبة 7 من 10% وعلى الرغم من الاختلافات التي ترقى لدرجة الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين إلا أن الأجندة الأمريكية الدولية والداخلية لا يكاد يكون بها تغير تحت أي ظرف أو مسمى وما على الرئيس إلا التنفيذ ترجمة نانسي قنقر